اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لاستضافتي أول شيء الرابطة هي جمعية أهلية مسجلة تكونت أو تشكلت في سنة التسعة وتسعين من قبل سايكولوجيين ومهنيين في مجال الصحة النفسية الرابطة إجمالا تسعى لتنشيط كل ثقافة الصحة النفسية في البلاد والعناية بهموم الاختصاصيين والمهنيين النفسيين الفلسطينيين في مجتمعنا مهم جدا إلنا كأخصيين نفسيين أنه إحنا نتداول المعرفة النفسية بلغتنا الأم باللغة العربية ومن هذا المكان منشوف أنه هذا بساهم كمان في إسراء الحراك الثقافي الفلسطيني الثقافي النفسي الفلسطيني في الداخل ونأمل أنه إحنا ننجح في مهمتنا في السابق كان للرابطة نشاطات رائعة صحيح من ناحية إصدار كتيبات مختلفة من ناحية تدخلات في الأزمات من ناحية أيامات دراسية نفسية أو مؤتمرات تعني في القضايا النفسية وطبعا تمثيل كل قضايا اللي بتهم الصحة النفسية للمجتمع الفلسطيني أمام المحافل المحلية والدولية يعطيكو ألف عافية إحنا جدا نعول على المهنيين من أبناء مجتمعنا بالذات فيما يخص موضوع الصحة النفسية وطيرة الأحداث والصراعات والأزمات يمكن مثل ما حضرتك بتعرفي وأدرا تؤثر جدا على نفسيتنا في هاي البقعة اللي إحنا منعيش فيها من هون نبلش نربط موضوع الصحة النفسية وما قلتك المهنية بما يحدث مؤخرا وأكيد لتواجدك ومساهمتك أيضا في منطقة القدس رح نسمع نماذج عينية كيف يؤثر يعني وطيرة الأحداث السياسية من خلال أيضا الأمور اللي بيشوفوها أطفالنا وأيضا البالغين من خلال وسائل الإعلام على الحال النفسية المزبوط رغم أنه إحنا مجتمع جميل وفيه مقومات عديدة للتماسك النفسي للأسف موقعنا الجغرافي والسياسي بحتم أنه هاي المنطقة موجودة طوال الوقت في صدامات سياسية إحنا منقول أنه الصدام أو الأزمة هي عملية اللي بتدخل الأسرة في تحدي لأنها بتطلب إعادة تشكيل مصادرها وإعادة توزيع الطاقة النفسية بطريقة مختلفة في القدس والمناطق المحتلة كافة يعني القدس المحتلة والضفة الغربية طبعا الأزمات متكررة إن كانت أزمات مخفية أو أزمات من ناحية يعني مواجهات مباشرة مع الكوات العسكرية وكوات الاحتلال فإحنا منشوف أنه الأسرة بتفوت بتخبطات كبيرة ممكن هاي التخبطات تأثر جدا على ديناميكية الحياة أولا على الشعور بالأمان يعني قديش الإنسان لما هو بخرج من بيته هو شاعر بالأمان إنه هو رح يعود بشكل معافة وسليم لأسرته قديش الأطفال لما إحنا منودعهم على مدارسهم إحنا في شعور من الثقة إنه أنطفالنا رح يكونوا بأيدي أمين ويرجعوا بأيدي أميني فهاي أول بلوك أو لبن اللي بتتضرر الشعور الأساسي في الأمان الشغلة الثانية اللي بتتضرر جدا من المواجهات هي القدرة على تخطيط المستقبل يعني حتى على تخطيط مثلا إنك أنت تصل من مكان إلى آخر نتيجة وجود حواجز نتيجة وجود مظاهرات نتيجة وجود قوات عسكرية فإنتي لما بدك تصل من منطقة لأخرى ممكن أن الطاقة توزع على الطريق بدل ما الطاقة توزع على الهدف المفروض إحنا نصله الإنسان الفلسطيني اللي طوال الوقت تعب اللي طوال الوقت يتم استهدافه تعب جدا فإحنا منشوف إنه ممكن الأب أو الأم يشعروا بالعجز بإنهن مش قادرين يوفروا البيئة اللي كانوا يحلموا فيها لأبنائهم ونتيجة هذا الشعور بالعجز ممكن كمان كل صورة وتمثيل صورة الأب أو صورة الأم في الأسرة يتضرر فعمليا التأثيرات كبيرة جدا مش بسيطة ورغم هيك لأنه إحنا شعب لنا باع طويل في هاي الحياة المركبة كمان نملك مقومات اللي بتساعدنا إنه إحنا ندير حياتنا بطريقة أكثر سحية يعاد رح نحكي على دور الأهل يمكن هيك في حماية أطفال وتعزيز إذا بدأ أسميها الحصان النفسي ولكن قبل بدون شك إحنا عنا ردود فعل مختلفة يمكن للأمور أو للأزمات وأولى مواجهتها إذا بدنا نحكي على الفروقات ما بين ردود فعل البالغين والأطفال بالتعبير يمكن عن خوف عن قلقن عوارض أيضا الصدمة أو ما بعد الصدمة كيف ممكن نفهم هاي الفروقات وكيف ممكن نتعامل معاها الشيء الأساسي إنه الأهل يمتلكون اللغة عادة البالغ يمتلك اللغة اللي في غالبية الأحيان هو بقدر إنه يتواصل مع مشاعره ويعبر عنها لغويا وأيضا البالغ بقدر إنه يتوجه بشكل مباشر لمصادر من أجل الحصول على الدعم والمساعدة اللي بدو إياها أما الطفل فهو لغته اللغة السلوكية إحنا عمليا الطفل ما بيعبر كلاميا عن الأشياء اللي بتصير معا الطفل بيعبر بسلوكياته الشغل الثاني إنه الأهل يمتلكون كمان أو البالغين يمتلكون القدرة على فهم الأحداث بتسلسلها المنطقي سبب ونتيجي بينما الطفل ممكن إنه يأخذ الأمور بشكلياتها الخارجية مثلا لنفرض إنه صديق أو قريب له أصيب في المواجهات أو عمليا استشهد فهو ممكن الطفل يقول لإني أنا قبل بيوم ما لعبتش معاه فهو زعل مني ولهيك تم استهدافه تاني يوم وأنا المزنب يعني عمليا ما فيش ربط بالسيرورة المزبوطة للأحداث وفي شغلة كمان كثير كثير مهمة إنه الأهل أحيانا بتعاملوا مع قدرات الطفل الذهنية يعني بيشوفوا إنه الطفل زكي مثلا بقعد قدام التلفزيون بشاهد الأخبار بشاهد الأحداث بيسأل عنها فالأهل بتفاعلوا من هذا المكان وبيكون فيه إغراء إنهن يقحموا بجميع أو يغمروا بكل المعلومات ولكن الطفل مقابل القدرات الذهنية هاي ما عنده قدرات عاطفية للتهدئة يعني بيكون فيه عندنا فجوة ما بين القدرة الطفل الذهنية وقدرة الطفل العاطفية فالطفل اللي يبدي من الخارج فهم كبير للأحداث ممكن الصبح إن لا إفراشهم بلل مثلا لأنه هذا الفهم الذهني ما رافقوا تهدئة عاطفية اللي هاي تهدئة عادة الأهل بتكون هن المسؤولين عنها الأهل يعني دورهن أكتر عفاف بأنهن يكون الوعاء اللي يحتوي مشاعر الطفل ما في مجال إنه إحنا نعزل الطفل عن صيرورة الأحداث ولكن هو يمكن السؤال يعاد قدش ممكن شخص اللي هو كمان قابع تحت نفس الظروف وإن كان بالغ يقدر يحتوي شعور القلق والخوف وإنعدام الأمان عن طفله يعني إحنا عم نحكي على ظرف اللي يمكن فيه كل أفراد الأسرة وإن كان ظرف مستمر لأكثر من سبع عقود ولكن كل أفراد الأسرة موجودين بنفسها دي هاي الحالي مزوط كل أفراد الأسرة موجودين وهذا لا يعني أن الأسرة الفلسطينية نهارت يعني رغم الاحتلال ورغم المواجهات الموجودة من سبعين سنة الأسرة الفلسطينية غادرة إنها تكمل وتنجح وتخرج أجيال اللي هي أجيال بالنهاية مشرفة أظن إنه إحنا نمتلك ما يكفي من الحب اللي إحنا بنقدر نعطيه لأطفالنا ونمتلك ما يكفي من الوعي كمان الوعي السياسي والوعي النفسي اللي بيخلي الأهل يقدروا في النهاية يتماسكوا ويساعدوا أطفالهم هلأ دور الأهل الأساسي هو في الوساطة يعني الوساطة ما بين إيش إيش الطفل بيشاهد وإيش هو فاهم مش دورهن في تفسير الأحداث تماماً يعني أحياناً التفل القلق يكفي مثلاً احتدان تكفي قبلي مش ضروري إنه إحنا نعمل مداخلة نظرية على شو اللي عم بيصير يكفي تفسير بسيط وأساساً الأطفال تسعين بالمية من تواصلهم هو بالتواصل الغير كلامي يعني هن رح يتواصلوا مع مشاعرنا إحنا كأهل فكمان مهم جداً إنه نقول للأهل ما في حاجة تخبي مشاعرك يعني ما تحاولش تفوت على هذا المحل طبع أنا حزين ولكن بديش أقول إني أنا حزين لأنه الطفل شايف الطفل جزء من الأسرة الطفل جزء من ديناميكية هو حاسسها عم بتصير فالأهل يكونوا مرتحين كمان بإنهن هن يشاركوا مشاعر بطريقة معقولة جميل جميل يعد بكل موضوع يمكن التأثر من وسائل الإعلام حتى من أفلام الكرتون الأطفال بتأثروا لكننا نحكي على الساحة السياسية وكل المشاهد اللي بيشوفوها كمان هناك تفاوت بردود الأفعال ممكن طفل اللي ينطوي خاف يقلق يشعر بإنعدام الأمان وممكن في أطفال تناية يمكن اللي بدن يقلدوا بدن هيك أيضا يكونوا بدور البطل بدن بيشوفوا المناضل واللي موجود بالميدان اللي حبين أن يكونوا بنفس المحل هاي الحالة ممكن تكون خطرية على الضفل كمان أسمع منك تعليق على التعامل مع هذا النموذج سؤال البطل هو سؤال من هو البطل هو سؤال إحنا كمان يعني منواجهه كأهل إحنا بدنا أطفالنا يكونوا نجوم بطرق مختلفة مش هيك إحنا بدنا أنه أطفالنا يكون مغني ناجح أو يكون أشتر ولد في المدرسة أو رياضي ناجح يعني إحنا النجومية هي شي كمان إحنا من غزية كأهل هلأ دور التفل البطل أو التفل المناضل هذا كلماتنا إحنا اللي عم نحطها على لسان التفل ليش؟ لأنه التفل طبعا أنه يكون جزء من سيرورة عملية مقاومة تعال نقول هذا شي طبيعي لأنه بس الجماد هو اللي عنده استكاني يعني الحياة تتطلب أنك أنت تكون مش ساكن وإنما أنت في حراك دائم والتفل هو جزء من هذا الحراك هلأ لما الطفل بيجي بيقول أنه أنا مثلا بدي أكون مثل الشهيد X المعين السؤال إيش هو عم بطلب منا؟ شو هو رغبته؟ ممكن إحنا بهدو إحنا نسأل الطفل شو اللي بديه إياه؟ الطفل ممكن يقولك أنا بدي أكون مشهور طفل بيقولك أنا بدي صورتي تطلع بالجريدة طفل بيقولك أنا بدي كل الناس تحكي عني يعني مش بالضرورة كلمة المناضل هي كلمة اللي موجودة بعقل الطفل هي شيء اللي موجود عنا طبعا دور الأهل أنه يساعدوا ابنهن يحصل على هاي النجومية مش بطريقة لا تعرضوا للخطر لأنه إحنا بنا نفوت الفرصة بالآخر على الاحتلال أنه يؤتل أبنائنا مش بدنا نقدمهم أبنائنا على صحيح صحيح يعاد قبل الختام مهم أسمع منك مجموعة نصائح اللي حابي أنك تقدميها كمان مثل ما ذكرنا يعني من مساهمتك في مجال الصحة النفسية في منطقة القدس وبشكل عام أيضا من تواجدك في الغرفة العلاجية وبشكل خاص موضوع فقدان شخص عزيز كتير منسمع من أولياء الأمور يمكن هاي الصعوبة والتردد أنه كيف أخبر الطفل بأي أسلوب بأي مفردات حتى لما يكون إلها وقع سلبي على الطفل الموت هي جزء من الحياة يعني والطفل بيواجه الموت عملية الإخفاء هي عملية مش مزبوطة والأهل خطأا يفترضوا أنه الأطفال ما بمروا بمرحلة حداد الأطفال مثل البالغين بمروا بمرحلة حداد والحداد بالنهاية مش اضطراب ولا مرض الحداد هي عملية طبيعية مثل ما إحنا الكبار من مر فيها الأطفال بمروا فيها مهم جدا أنه إحنا نوصل المعلومة للطفل بطريقة تتلاءم من عمره ونوصل المعلومة الصحيحة يعني في أطفال ما بفهموا سبب الموت أو ليش صار وزي ما حكينا بالبداية بياخدوا السبب على نفسهم فإحنا بدنا نفسر له أنه مش أنا عارفة خالك توفى لأنك ما سكرتش الشباك بالليل وهو مريض لا هو توفى لأنه صار معه واحد اثنين ثلاثة بطريقة مفهومة ومهم جدا الأهل يتابعوا سلوكيات أبنائهم ومشاعر أبنائهم ويقرؤوها صح يعني أطفال اللي بيعبروا عن مشاعر صعبة كتير أو سلوكياتهم تختلف عن الاعتياد بطريقة كتير صعبة فمهم جدا أنه إحنا نتوجه لأخصائي نفسي نصيحة للأهالي أنه ما تمنعوا أطفالكم من المشاركة في تقوص الحداد تقوص الحداد بالنهاي هي فرصة للأسرة أنها تكون مع بعض تتماسك تودع فرصة للمشاركة العاطفية التعبير عن العالم الداخلي طبعا فرصة أنه الطفل كمان يشوف أهله في حالاتهن الإنسانية بدون ما نغمره ولكن في القدر اللي الطفل برغبه فإحنا نسمح بهذا القدر وبنفس الوقت نكون موجودين عشان نحتوي عشان نحب عشان نحتضن وهذا هو دورنا نشكر تواجدك القيم معنا في هذا الصباح وهي المقولة المهنية والإنسانية أيضا يعاد غنادري حكيم شكرا لحضورك معنا وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى شكرا يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة